موسيقى السلام عليكم ورحمة الله لمكمل الموجهة الرياضية حملت قراءة مسابقة كأس الملك المفدن لكورة الغدن مواجهات قوية في دور 16 ستجمع الرفاع الشرقي مع المنامة بينما سيبدأ الحد حامل اللقب مشواره للدفاع عن بطولة العام الماضي بملاقات سترة في مواجهة محفوفة بالمخاطر كما سفرت قراءة دورة تمهيدية عن مواجهة الشباب مع مدينة عيسى وكذلك الاتحاد مع التضامن والثالثة بين يلالي والاتفاق هذا وكان حفل قراءة أغلى الكؤوس قد أقيم يوم أمس بفندق أرتروتانة بمحافظة المحرقة لم نرى أي مفاجآت في هذه القراءة الفرق الكبير أعتقد مبارتين أو ثلاثة إذا ما خابتني من اللي شفته أعتقد اليوم السنة ذي راح نشوف مستوى مختلف أتوقع فرق صغيرة تهزم فرق كبيرة أعتقد ما يميز هذه البطولة أن الكل لديه فرصة من يعمل من يجتهد يستطيع أن يواصل المشوار إلى الأدوار النهائية أعتقد أن القراءة كانت متوازنة الفرق كلها أكول يمكن الصيد لنا بعض المباريات اللي محل يتوقعها ففي مفاجآت إن شاء الله في الكاوس وأتوقع أنها باطل يديد بعد السنة تفتتح بعد قليل مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الذهاب بدور الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بإقامة ثلاث مواجهات حيث سيلتقي في الساعة الرابعة وعشرين دقيقة على ستادي البحرين وطني فريق الحد والبسيتين تليها مباشرة مباراة المنامة وسترة بينما يلعب في الساعة السادسة فريق أرفع الشرقي والحالة على ستادي النادي الأهلي موسيقى